النشاط المتزايد لحركة الشباب في الصومال يجعلها في مرمى النيران الأمريكية فعلى حين غرت تنفذ قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكم ضربة عسكرية ضد مقاتلي الحركة وتسقط العشرات منهم قرب بلدة جلعد وسط الصومال بعد أن شن مسلح الشباب هجمات عبر السيارات المفخخة ضد قاعدة للجيش الصومالي تسببت في قتل جنود ونحو مئة مسلح من الحركة هذا التطور الجديد سبقه أمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة تعزيز الوجود العسكري للولايات المتحدة في الصومال لمساعدة السلطات في التصدي لحركة الشباب خطوة تأتي بعد سنوات من قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب غالبية القوات الأمريكية وإجمالا بلغ عدد الغارات الأمريكية في عام الفين واثنين وعشرين خمس عشرة غارة ضد الحركة وتنشط حركة الشباب شكل كبير في وسط وجنوب الصومال ودابت الحركة منذ فترة على توسيع رقعة هجماتها على امتداد جغرافية البلاد فمن العاصمة مقدش إلى مدينة كسميو الساحلية في جنوب البلاد تعرضت بعض الفنادقية التي يوجد بها سياسيون لهجمات من قبل تنظيم الشباب ونتيجة لذلك أخذت الحكومة الصومالية على عاطقها مسؤولية دحر الحركة ومواجهتها وأعلنت عن إعداد استراتيجية عسكرية للقضاء على التنظيم